صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا باب الحوائج يا مولاي يا موسى بن جعفا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم عجبت لعيني بعده كيف ترقذوا وحزني عليه كيف لا يتجددوا يتجددوا قضى الكاظم المظلوم بالسم غيلتان ببغداد من ذا للهواشم يقصدوا قضى وحده في السجن ملتهب الحشار فله في عليه ذلك المتهى يتجدوا قضى قضى في طوامير السجون بغربة عن الأهل والأوطان قهران مبعد سنين قضاها في الحديد مكبلا وحارون في طغيانه يتمرد وفي حبس السندي اللعين بن شاهد فكان عليه كل يومين يشددوا سلعثون رطلا كان فقل حديده ولم أدر ماذا قد جنى فيحددوا ولما أراد الرجس محور سومه له دس سمايان والحديث مؤكد فقطع منه قلبه ومراده لكي يشفي منه الفؤاد ويبردوا قضى نحبه وفجعتاه لوحده غريبا غريبا بقعر السجن وهو مصايا ينفذوا وأربعة جاءوا بنعش إمامنا بقعر وأصواتهم منها الحشا يتوقدوا ينادون هذا نعش موسى بن جعفر هذا نعش موسى بن جعفر هلموا إليه أيها الناس واشهدوا هذا جزاء المصطفى بابن بنته على الجسر يبقى مرهنة أين أحمد وأين أبات الضيم أين زعيمها علي أين زعيمها علي هزبر الكون ذاك المؤيد أن يلقى على جسر الرصافة فخركم ويهنى لكم وسط المجالس مقعد سميم قضى باب الحواء اجعزكم السميم من قضايا باب الحواء اجعزكم باب الحواء فأعينكم من بعده كيف ترتدوا يلي 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 قضيت العمر كل أبضى موسجون يلي قضيت العمر كل أبضى موسجون لمات بجيل فقدك عساها تعمل عيون السيدي السيدي سيدي بالبصرة والبغداد السجنة يا تطول سنين وش قد مصايب شفيت بسجون الملاعين اي عرف وما يا يا كنت ابني الفتولى ومسي الياسين اي والله لا تنطبعهم غدر وبشخصك اي 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 غدر اي السيد وانت وانت يا ابو براهيم ظلم اللي جرى لك غير اسومك في السجون وشده بالك وحبا يا سيدي وحدك دريب بغيد وتحن على عيالك تبجع لفرقتم وهم عليك يبجون اي اي والله تبجع لفرقتم وهم عليك اي 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 بجون ك وش هالخبر هالصار blah ة بين الناس شايع قلٓ لو كبر generous يا أيام قضايا الحج السابعة أول أعلمه وسبن جعفايا خلص بالسم أوصرح الإسلام بشكل تايا يطاح وتهدم يا أيام والله نجري الدمع دائم يستاهل الكاظم علي يا أيام نجري الدمع دم اضل دم عنده للغدور لليوم ضايع ويلي ولي ولي ويلي عليه العمور كله بحبس يقضي أو كل من كل من تولى الحكوم للكاظم يأذني أو تالي 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 من رشيد برطام سم الموسى ينطي وبسجن بن شاهك يراوون الفضايع والله لا أكيد لكن مثل ظلم الجرع الموسى بن جعفا ما ظايا ما ظن ظلم مثل جرع لحد والله ولا مار ولا مار بجسر الرصافة ثبه والنعش المطهر هذه الفجيعة تنحسي أم الفجائع نعشا 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 عمرنا بظيم وبلوعه والله عمرنا عمرنا بظيم وبلوعه تنعيش نعشا ولا مر الظهر للقلوب نعشا نشيل الكاب معل الروس والله نشيل سيدي يا مولاي يا باب الحوايج نشيل الكاب معل الروس نعشا وننوح عليا كل صبح يومس إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون منذ أن استشهد الإمام الصادق عليه السلام بدأ عهد الإمام الكاظم عليه السلام وقد عاصر أربعان من الخلفاء العباسين وكان أولهم المنصور الدوانيقي وكان معروفا بظلمه وبطشه بالناس وذلك لتوطيد سلطانه ولم يكتف بإيذاء الشيعة فقط براح يضطهد فقهاء أهل السنة وشخصياتهم البارزة حتى وصل به الحال إلى جلد أبا حنيفة عندما أفتا بتأييد صاحب الانتفاضة ضد العباسيين إبراهيم بن عبد الله المحر فواجه الإمام الكاظم عليه السلام هذا الخليف اللعين وكان عمر الإمام عشرين عاما وعندما اطلع المنصور من خلال عامله على المدينة محمد بن سليمان على رحيل الإمام الصادق كتب إليه إذا كان جعفر بن محمد قد عين أحدا خليفة له فأحضره واضرب عنقه ولم تمضي فترة طويلة حتى جاء كتاب من عامله على المدينة إلى بغداد بهذا المضمون إن جعفر بن محمد قد عين في وصيته خمسة أوصياء له وهم الخليفة المنصور الدوانيقي ومحمد بن سليمان عامل المدينة وعبد الله بن جعفر بن محمد أخو الإمام الكاظم وموسى بن جعفر وحميدة زوجته وكان عامل المدينة قد سألا في آخر الرسالة عن الشخص الذي يجب قتله من بين هؤلاء فصاح المنصور الذي لم يتوقع ذلك وغضب بشدة لا يمكن قتل هؤلاء ومن المؤكد أن وصية الإمام كانت حركة سياسية لأنه كان قد عين الإمام الكاظر وعرفه لشيعته والعلويين خاصة غير أنه وبسبب علمه بمخططات المنصور المشؤومة والخطيرة أوصى بهذه الوصية حفاظا على الإمام السابع وبعد انتهاء حكم المنصور تنفس الناس الصعداء بعد سنين الإبطهادي والظلم والعناء وتقلد بعده الخلافة ابنه المعروف بالمهدي واسمه محمد وجاء بعده ابنه الهادي ذلك الشاب الطائش الخليع الماجن وكان حكمه مصدرا للأحداث المريرة ومن جملتها واقعة فخ الكبيرة والتي استشهد فيها عدد كبير من العلويين وعندما مات الهادي استلم الخلافة بعده هارون الرشيد وكان أشدهم على الإمام عليه السلام فكان يحاول دائما التقليل من هيبة الإمام ومكانته بين الناس لأنه كان يعلم أن الكاظم هو الإمام الحق وأن قلوب الناس معه ففي يوم من الأيام التقى هارون بالإمام عليه السلام وهو في جانب الكعبة فقال له هل أنت من بايعه الناس خفيتان ورضوا به إماما فقال الإمام عليه السلام أنت إمام الأجسام وأنا إمام القلوب وعندما وقفا هارون مرتان على قبر الرسول صلى الله عليه وآله وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابن عم وكان يريد أن يريد أن يبينا صلته بالرسول ويتفاخروا بها أمام الناس فتقدم الإمام الكاظم عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا فتغير وجه هارون وتبين الغيظ فيه فقال هذا هو الفخر حقا ولم يكتف هارون بذلك فكان يريد أن ينكر انتساب الأئمة عليهم السلام إلى الرسول صلى الله عليه وآله وأنهم أبناءه فقد قال للإمام يوما لما يقولون لكم يا بني رسول الله ولما جوزتم للعامة والخاصة أن ينسبوكم إلى الرسول ويقولون لكم ذلك وأنتم بنوا عليه وإنما ينسب المرء إلى أبيه وفاطمة إنما هي وعاء والنبي صلى الله عليه وآله جدكم من قبل أمكم فقال الإمام عليه السلام لو أن النبي صلى الله عليه وآله نشرا فخطب إليك كريمتك فهل تجيب فقال غارون سبحان الله ولماذا لا أجيب بل أفتخر على العربي والعجم بذلك فقال له الإمام لكنه صلى الله عليه وآله لا يخطب إليه ولا أزوجه فقال غارون ولملا فقال الإمام لأنه ولدني ولم يلد فقال أحسنت يا موسى وفي رواية أخرى أجابه الإمام بالآية التي تقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داودا وسليمانا وأيوبا ويوسفا وموسى وغارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإليانس كل من الصالحين فقال له الإمام فإنما ألحق عيسى بذرار الأنبياء من قبل مريم وألحقنا بذرار النبي من قبل أمنا فاطمة فلم يجد هارون جواب وهذه الأسباب وأسباب أخرى دعت هارون اللعين إلى أن يزج بالإمام في السجن وهو يعلم أن موسى بن جعفر أحق بالخلافة منه وذلك لمقامه السامي وأن الزعامة الإلهية قد تجسدت في اسمه شخصية ربانية ونتيجة الجور الذي انتهجه الرشيد في بغضه وحقده للعلوين والذين كان الإمام في طليعتهم وقد ناله من هذا الظلم الكثير وما لا يتحمله أحد وخير شاهد على ذلك الزيارة الواردة في حق الإمام موسى بن جعفر حيث تقول الزيارة اللهم صل على محمد وأهل بيت وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار الذي كان يحيي الليلة بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة والضراعات المتصلة ومقر النهى والعادل والخير والفضل والمدى والبذل ومألف البلوى والصبر المضطهدي بالظلم والمقبور بالجاو والمعذب في قعر السجون وظلم المطام في الساق المرضوض بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف والوارد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه سيدة النساء بإرث مغصوب وولاء مسلوب وأمر مغلوب ودم مطلوب وسم مشروب اللهم وكما صبر على غليظ المحن وتجرع قصص الكرب واستسلم لرضاك وأخلص الطاعة له ومحض الخشوع واستشعر الخضوع وعاد البدعة وأهلها ولم يلحقه في شيء من أوامرك ونوائيك لوم تلائم صل عليه صلاة نامية منيفة زاكية توجب له بغى شفاعة أمم من خلقك وقرون من براياك وبلغه عنا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في موالاته فضلا وإحسانا ومغفرتان ونضوانا إنك ذو الفضل العميم والتجاوز العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين ومن الأسباب الرئيسية التي دعت آرون الرشيد إلى سجن الإمام هو التملق والتقرب إليه من قبل بائع الضمير والدين حيث وشاب الإمام أقرب الناس إليه وهو علي بن اسماعيل ابن جعفر ووشابه أيضا محمد بن جعفر حيث دخل على غارون الرشيد فسلما عليه بالخلافة وقرأ له قصيدة تبين أن هناك من يسلم على الإمام بالخلافة أيضا فقال لهارون ما ظننت أن في الأرض خليفتين حتى رأيت أخي موسى بن جعفر يسلم عليه بالخلافة فما كان من هارون إلا أن يأمر بسجن الإمام عليه السلام لكي يحمي سلطانه ويحافظ على كرسيه فجاء الشرطة يبحثون عن الإمام فوجدوه قائما يصلي عند قبر جده الرسول صلى الله عليه وآله فقطعوا عليه صلاة ولم يمهلوه من إتمامها وحمل عليه السلام من هناك إلى سجن البصرة مقيدا بالحديد وعينه تسيلان دموعا وهو يقول إليك أشكو يا رسول الله قطع الرشيد عليه فرض صلاته قسرا وأظهرك يا من الأحقاد ولما أوصلوه إلى سجن البصرة سجن عند عيسى بن جعفر مدة مقفلا عليه السجن لا يفتح له إلا للطهور وإدخال الطعام وكان عليه السلام يقضي أوقاته في السجن بالعبادة والتضرع إلى الله وسبعا يقول اللهم إنك تعلم أني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك اللهم وقد فعلتا فلك الحمد وبعد تلك المدة طلب عيسى بن جعفر من الرشيد نقل الإمام إليه وإلا أطلق سراحة لأنه ما رأى من الإمام إلا العبادة والبكاء من خشية الله والخير الكثير فقبل الطاغية قول عيسى ونقل الإمام إلى بغداد مقيدا تحف به الشرطة والحراس حتى أوصلوه إلى بغداد فأودعا في سجن الفضل بن الربيع ولم يزل ينقل من سجن إلى سجن حتى وصل إلى سجن الفضل بن يحيى وكانوا هؤلاء السجانين يضيقون عليه بأمر من الرشيد لعنة الله عليه ولما كان الإمام في سجن الفضل بن الربيع كان الرشيد يراقب حال الإمام بنفسه فأطل يوما من أعلى القاصر على السجن فرأى ثوبا مطروحا على الأرض في مكان لم يتغير عن موضعه فقال للفضل ماذاك الثوب الذي أراه كل يوم في ذلك الموضع قال الفضل ماذاك بثوب وإنما هو موسى بن جعفاق له في كل يوم سجدة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوار فقال غارون أما إن هذا من رهبان بني هاشن فقال له الفضل ما لك قد ضيقت عليه بالحبس قال غارون هيهات لا بد من ذلك وكان الطاغية يطلب بين الحين والآخر أن يفتكى بالإمام والفضل لم يجبه إلى ذلك ولما طال بقاء الإمام في السجن قام في غلس الليل مجددا طهورا وصلى لربه أربع ركعا وأخذ يناج الله ويدعو يا سيدي نجني من حبس هارون وخلصني من يده يا مخلص الشجري من بين رمل وطين ويا مخلص النار من بين الحديد والحجار ويا مخلص اللبني من بين فرث ودام ويا مخلص الولدي من بين مشيمة ورحم ويا مخلص النار من بين الأحشاء والأمعاء خلصني من يدهار وما أن أتم الإمام دعاء حتى استجاب الله له ذلك فأمر الطاغية جلاوزة فأطلقوا سراح الإمام وذلك لرؤيا رآها كأن حبشيا قد أتاه ومعه حربا قائلا له إن لم تخل عن موسى بن جعفر الساعة نحرتك بهذه الحربا ولكن إطلاق سراح الإمام كان إطلاقا مؤقتا دام عدة أيام عاشها الإمام مكرها في بغداد وكان الطاغية في تلك المدة يهدد الإمام بالقتل وبعد ذلك أرجعه إلى سجن الفضل بن يحيان وأمره بالتضييق عليه لكن الفضل فعلى عكس ذلك ولم يضيق على الإمام ولما علم الطاغية بذلك أمر بنقل الإمام إلى سجن السمدي بن شاهك وكان السمدي عدوا لآل محمد ناصبيا قاسي القلب فأمره بالتضييق على الإمام وتقييده بثلاثين رطلا من الحديد وأن يقفل عليه الأبواب ولا يدعه يخرج فامتثل السمدي لأمر الطاغية هارو فوضعه في طامورة لا يعرف فيها الليل من النغار وأوثقه بالحديد حتى أثر الحديد في جسده الشريف وكتب الإمام من تلك الطامورة إلى علي بن سويد وكان ابن سويد قد سأل الإمام مسائل كثيرا فكتب إليه الإمام بعدما أجابه عن مسائله إِنِّي أَنْعَى إِلَيْكَ نَفْسِي فِي لَيَالِي هَذِي غير جازعين ولا نادا ولا شاك فيما هو كائن من قضاء الله عز وجل وحتم فاستمسك بعروة الدين آل محمد إلى آخر ما قال سلام الله عليه فما مضت تلك الأيام حتى بعث الطاغية غارون إلى السندي رطبا مسموما وأمره أن يقدمه إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام فامتثل أمر طاغية وقدم الرطبا إلى الإمام وأجبره على أكله فرفع باب الحوائج يده إلى السماء وقال يا رب إنك تعلم أني لو أكلت قبل اليوم كنت قد أعمت على نفسي ثم تناول سبع رطبات فأكلها وقيل عشرا ثم امت معه فقال له السندي زد على ذلك فرمقه الإمام بطرفه وقال حسبك قد بلغت ما تحتاج إليه بعد ذلك أخذ السم يسري في بزنه وهو يعاني أشد الآلام في تلك الطامورة وأحاط به الأسى والحزن حيث لا أحدا من أهله وأحبته عنده وبقي الإمام على هذه الحال ثلاثة أيام وبينما هو يسمع أخشنا الكلام وأغلبه من السندي ابن شاهك وهو في تلك الحالة إذ أدخل عليه السندي ثمانين رجلا من وجوه بغداد وأعيانها وقال له منظروا إلى هذا الرجل هل حدث فيه حدث فقال الإمام عليه السلام اشهدوا أني صحيح في الظاهر ولكني مسموم وسأحمروا حمرة شديدة وأبيضوا بعد غد وأمضي إلى رحمة الله ورضوانا عندئذ أوصى وصية أولى خيرا وأشهد جميع الذين حضروا قيل أن الإمام اتصل بعلي بن سويت سر وهو في السجن بعد أن أعطى السجانين بعض المال فسأله قائلا سيدي متى الفرج فوالله لقد ضاقت صدورنا قال له الإمام الفرج قريب يا بن سويت قال متى سيدي قال عليه السلام يوم الجمعة ضحا على الجسر ببغداد يقول ابن سويت خرجت ورجلاي لا تكاد تحملاني من الفرح ووصلت إلى دور أصحابنا طرقتها بابا بابا وأقول لهم البشرى الإمام يخرج ضحا الجمعة على الجسر ببغداد فبينما نحن سماطين ننتظر خروج الإمام وطلعته البهية وإذا بجنازة مطروحة والمنادي ينادي هذا إمام رافضا قد مات حت فأنفى فانظروا إليه فجعل الناس يتفرسون في وجهه يقول علي بن سويت جئت لأنظر إليه وإذا هو سيدي ومولايا يا موسى بن جعفر وإمامه وسيداه وكاظمه جاية ذكرك يا المسجون يا البس الله يدريش قاد كبر بالواء يا المسجون يا الغمضت بيدك من متيت عينك يا الجبلت راسك ساعة التوديع ويمتد الحزين من مكة لمصلاياك لا صيات لا صاتي لكبر لا كويم شيعين لا دمع لتطيحي ولا حديث لقاك وحدك شيعيت روحك وجيتي بليا شايي لما يعشك وما أحادي يشيني ويامك فأخذ أمصاره وشيعته ومحبيه ومواليه ينوحون ويبكون وبينما هم كذلك وإذا بطبيب نصراني يمر بجانبهم وكان بينه وبين ابن سويد صحبة فقال له أقسم عليك بالمسيح إلا ما رأيت سببا موت هذا المسجا قال اكشف لي عن باطن كفا كشفا له عن باطن كفا فأخذا ينظر فيها ويهز برأسه قال ابن سويد أخبرني ما رأيت قال الطبيب يا ابن سويد هل هذا الرجل من عشيرا قال بلى هذا موسى بن جعفار سيد بني هاشين قال يا ابن سويد ابعث إلى أهله فليحضروا وليطالبوا بدمه فإنه مات مسهوم يا موسى بن جعفار يا كريمي الإيد إذا تنطي بيمينك ما درك يسرى بحار ويبساح لك كي توافد الويفان أو يا الراضي حكي لها وتعين طهاد أو ذاوك بحياتك وبمماتك ما تريدني حتاوك يا راضي حتاوك ولا عال خالثير جاعي يتلي يا راضي حتاوك أوك أوجمك سور خطير إقصاد لياك وعاد ما قضي يا حسيب ثاب لمست أي شيء يدامك أو يا البيعة الحياة اغرخص للمعبود أو شوف يجلى ربك سيدي ضامك أو يشقد ما إليه ذلي ذلي عدامك أو رفع شانك وديني وآخر علاك وسمع النداء على جنازة الإمام عليه السلام سليمان عم غارون اللعيم فقال ما الخبر قيل له إن على الجسر جنازة أحد الناس مات في سجن الخليفة فقال ويحك ما أكثر الذين يموتون في السجن ولكني أرى بغداد تموج بأهلها ويحك منظروا لمن هذه الجنازة فذهبوا مسرعين ورجعوا وهم يقولون يا أمير إنها جنازة رجل حجازي فقال انظروا من أين قالوا هو من بني هاشر فقال ويحكم أنا من بني هاشر من تكون هذه الجنازة قالوا هي جنازة موسى بن جعفر فصاحب ولده وغلمانه انزلوا وخذوه من أيديهم فإن منعوكم فاضربوهم وخرقوا ما عليهم من سواد فنزلوا إليهم وأخذوه من أيديهم فأمرهم سليمان أن يضعوه على مفرق أربعة طرق وراح المنادون ينادون ألا من أراد أن يحضر جنازة الطيب بن الطيب موسى بن جعفر فليخرج ثم جهز الإمام وكان الذي جهزه ولده علي بن موسى الرضا كما يقول المسيد فوالله لقد رأيتهم وهم يظنون بأنهم يغسلونه ولا تصل أيديهم إليه ويظنون أنهم يحنطونه ويكفنونه وأراهم لا يصنعون به شيئا ورأيت ذلك الشخص ويقصد الرضا عليه السلام يتولى غسله وتحنيطه وتكثينه وهو يظهر المعاونة لهم وهم لا يعرفونه فلما فرغ من تجهيزه قال ذلك الشخص يا موسيب مهما شككت فيه فلا تشك فيه فإني إمامك ومولاك وحجة الله تعالى عليك بعد أبي يا موسيب مثلي مثلوا يوسف الصديق ومثلهم مثل أخوته حيث دخلوا فعرفهم وهم له منكرون ثم حملا حتى دفنا في مقابر قريش وأمرا برفع قبره أكثر مما أمرا به عليه السلام ثم رفعوا بعد ذلك قبره وبنوا عليه أشقد ما تتاجي علي وإجيت غير أجياء وين ذي فرتي قبوري وين تقابرك ذاك شاخيص جم جبل علي بصدير بغداد هايوه الواذيم تطوفي وتعيح تمي بيح مارك يا طوطبي لرحيه أويلك لعليك الدور أويامي حوار شميس تروي الدور بيكف لك ما ننساك وغشيمي ليعتقد ننساك إذا موسى الكليم البحر شق وفرق إن تقلبنا شقيتها بيهواك أومو كيل سماء مردينة صداد يكراك إحنا بكيل وكيتني ينعاك وإذا رادا ودليل أوطي القوي القربان شوف إيش قد مشت حفا يتيت عناك أجد ذكراك يا المسجون يا البسر لا يدليش قد كبر بألواك سبع الضغاء ضجت بالبواج يعليك ويهتس العريش ويلتاعة الأملاك أو دمعة راح مطاحت غطة الجثمان لأن بردت الجيث ولا بشر ضطاوك أتيش بهجة الذكي ضال عاربي الميدان ويصورة نفيس ههدان واللهدان واك لحسيان يبكى البلاي داستي بصدره الخير بصدره وانت العالم بالبصرة والضغداد السجنة ياك طول سنين واش قد مصايب شفيت بسجون الملاعين يعرفون يعرفون ياك انت ابن المثولى ونسي الياسين واللهدان واللهدان طبعهم غدر وبشخصك غدر سيدي وانت وانت يا ابو براهيم الظلم اللي جرى لك غير رسومك بالسجون وشده بالك وحدا ياك سيدي وحدك غريب بعيد وتحن على عيالك تبجع لفرقتهم وهم عليك يبجون والله تبجع لفرقتهم وهم عليك يبجون وش هالخبر هالخبر هالصير بين الناس شايع يا لو جثل بالسيام في ضايا الحجة السابعة اول اعلموا وسبنا جعفا يا هار خلاص بالسم او صرح الاسلام بشكل ايه طاحوا تهدم ايه والله نجري الدمع دايم يستاهل الكاظم علي ايه نجري الدمع دم الغدور لليوم ضايع ويلي 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 علي العمور كله بحبس يقضي أو كل من كل من تولى الحكوم للكاظم يأذني أو تالي 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 الرشيد برطام سم الموسى ينطي وبسجن بن شاهك يرامون الفضايع والله لا أكيد لكن مثل ظلم الجرى الموسى بن جعفا ما غايد ما ظن ظلم مثل جرى على حد والله ولا مار ولا مار بجسر الرصافة ذبه والنعش المطهر هذا الفجيع التنحسي أم الفجيع نعشى 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 عمر نظم وبلوعه والله عمرنا نظم وبلوعه تنعيش نعشى ولا مر الذهر للقلوب نعشى 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 وننوح عليه كل صبح يوم سيا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون ترجمة نانسي قنقر